بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحفي التركي الشهير محمد أجات يطرح اليوم معلومات غاية في الخطورة تتعلق بشخصية بوتين إضافة إلى الدوافع الحقيقية والأسرار وراء الحرب الدائرة في أوكرانيا الآن ويسأل مجموعة من الأسئلة ويقول كيف سيواصل بوتين هذه الحرب وماذا لو حقق أهدافه في أوكرانيا هل سيفتح جبهات جديدة في دول أخرى ما الذي يحارب لأجله وما هي قضيته كما لو أضفنا سؤالا حول من هم الذين يرهم بوتين أعداءه ولماذا يصبح الموضوع أكثر أهمية لمتابعة تفاصيل عالم بوتين الظاهر والخفي الداخلي والخارجي قراراته وأهدافه مع الحرب القاسية التي يشنها في أوكرانيا أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية يقول محمد أجات قرأت مؤخرا مقابلة طويلة نشرتها مجلد دير شبغل الألمانية مع إيفان كراستيف الذي أمضى حياته في محاولة فهم بوتين خلال القراءة كنت أشعر بالذهول لأنني وجدت إجابات هذه الأسئلة كلها تقريبا قصف برج التلفاز في كييف ردا على قصف مماثل في بيلجراد هذه المعلومات تعتبر في الواقع قيمة حقيقية لمن يسعى إلى فهم بوتين إن بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من شباط الماضي من خلال قصف برج تلفزيوني في كييف هو بالنسبة لبوتين في الحقيقة يرمز إلى عملية للنيتو في بيلجراد عام 1999 حينما قصف هذا التحالف برج تلفاز هناك من الواضح أنهم بدأوا بهذه الطريقة وأرادوا إيصال رسالة واضحة من خلال هذا الهجوم ووفقا لخبير بوتين كراستيف نفسه فإن إعلان الرئيس الروسي بشأن ضم شبه جزيرة القرم متشابه إلى حد كبير مع البيان الذي أعلن فيه استقلال كوسوفو يتابع أجاد تابعت ما حدث عام 1999 عن كثب ومن موقع الحدث ذاته حينما رفع الزعيم الصربي ميلوسوفيتش راية الاستسلام لتدخل دبابات النيتو إلى كوسوفو بعد نحو ثلاثة شهور من العمليات الجوية للنيتو أذكر حينما كنت أعد تقريرا إخباريا مطولا حول مطار ظل الصرب وحلفائهم الروس مسيطرين عليه حتى اللحظة الأخيرة شاهدت في الوقت ذاته علامات الغضب واليأس ولحظات خيبة الأمل التي مروا بها هذا يعني من جانب ما أن بعض الصدمات لا تختفي حتى بعد سنوات عديدة ومشاعر الغضب والكراهية التي تراكمت داخل بوتين ضد الغرب هي التي تسيطر عليه حين يتحرك ضد أوكرانيا بوتين يريد أن يلقن الغرب درسا في اللقاء الذي أجرته دير شيبل مع كراستيف سئل الأخير لماذا يفعل بوتين ذلك فأجاب لأنه يريد أن يلقننا درسا يريد أن يقول لنا تعلمت منكم حتى ولو وصل ذلك لدرجة تجعله يفعل أمورا كان يكرهها فينا يضيف كراستيف يعيش بوتين من خلال التشبيهات والاستعارات التاريخية يجب أن يكون النازيون أعداء روسيا التاريخيين حيث بلغ عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية ستين مليون إنسان ثلثهم من الاتحاد السوفيتي وجميع أنواع المجازر والجرائم التي ارتكبها النازيون بما في ذلك تجويع ملايين السجناء حتى الموت تركت أيضا آثارا لا تمحى في ذاكرة الروس ولذلك السبب لم يتردد في إظهار ما يجري في دونباس من صراعات على أنها إبادة لقد أصبحت مبالغة بوتين متطرفة لدرجة أنها لم تعد مرتبطة بالواقع على خلفية هذه الحرب الوحشية التي شنها بوتين أولها الشعور بالمسئولية التي تعتقد روسيا أنها ألقيت على كاهلها بسبب التراكمات التاريخية الأمر الثاني الصدمات التي تعرضت لها في تاريخها الشخصي لها تأثير عميق حين سقوط جدار برلين كان بوتين هناك بصفته عميلا للاستخبارات السوفيتية وفي ذلك الوقت كان مضطرا لمشاهدة احتفالات الألمان وحلف النيتو بالطبع الذي كان مهندس هذا الانهيار من الممكن البحث والعثور في قرارات اليوم على الآثار العميقة للصدمات التي جرت في تلك الأثناء يقول كراستييف ويضيف أيضا ربما يبدو ذلك نفسيا للغاية لدى السامة لكنه أي بوتين كان جزءا من الجيل السوفيتي الأخير وبصفته عميلا استخباراتيا لدى لجنة أمن الدولة في الاتحاد السوفيتي الكيجابيه فقد كانت مهمته الدفاع عن الاتحاد السوفيتي وحمايته لكنه وسائل رفاقه لم يتمكنوا من حماية الاتحاد فانهار بين عشية وضحاها دون الحاجة لحرب أو غزو لم يكن بوتين ولا لجنة أمن الدولة السوفيتي يفهمان ما كان يحدث آنذاك لقد فشلوا أعتقد أن شعورا قويا بالذنب يلاحقهم كان من دواعي سروري أن أعثر على بعض الانطباعات التي وجدتها عبر قراءاتي لبوتين وقبل وبعد بدء غزو أوكرانيا في مقابلة مع أكاديمي أنضى حياته في محاولة فهم بوتين ولقد أدرجت بعضها هنا خلال الأسبوع الماضية قلت إن بوتين ينظر نحو الأوكرانيين كابن غادر المنزل لأنه لم يعد يشعر بالانتماء لأسرته كيراستيوف يقول الشيء ذاته إلى حد كبير لكن يجب التأكيد على أن حرب بوتين ضد ابنه الذي غادر منزله والتي تظهر في البداية بعض آثار الرحمة ربما ستجلب معها دمارا كبيرا ومآسي أكبر الجانب الأسوأ والأكثر تعاسى في الأمر هو الصورة التي بلا شعور التي يعكسها بوتين للعالم الخارجي وهو يدمر أوكرانيا والناس يفرون منها متابعين الأعزاء لا شك أن محمد أجاد قد أجاب عن العديد من التساؤلات المهمة وصلت الأضواء على شخصية الرئيس بوتين والخلفية التاريخية والذاكرة التي تجمع ما بين عهد الاتحاد السوفيتي وما بعد الاتحاد السوفيتي ومحاولة استعادة الاتحاد السوفيتي أو الامبراطورية الروسية من جديد لا شك أن هذه الأمور كلها تعمل في عقل بوتين لمعرفة ما يجري على الأرض لابد من العودة إلى الأسباب والمسببات ولا ينبغي النظر إلى جزء فقط من مشاهد الصورة أو قصاصات الصورة ولكن لابد أن تجمع هذه القصاصات بعضها إلى بعض حتى نفهم المشهد بشكل كامل لا شك أن القضية الأوكرانية الروسية ذات جذور تاريخية ممتدة الصراع الغربي الروسي ممتد عبر عشرات السنين ولا يزال ممتد روسيا تسعى للعودة مجددا كقوة عظمى تناطح أمريكا في كل القضايا العالم هل ستنجح روسيا بقيادة بوتين في الوصول إلى هذا الهدف أم أن الغرب سينجح في تحطيم هذه الأحلام الروسية ووأدها في عقل بوتين لا شك أنها معركة كسر عظم قد بدأت من الراجح أنها ستستمر لفترة طويلة حتى يحقق أحد المعسكرين الانتصار على المعسكر الآخر أو ربما إلى الوصول إلى نتيجة أن أي منهما لا يمكن أن يهزم الطرف الآخر ويكون هناك تفاوض على تقاسم إدارة العالم متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر